حسام الحملاوي من حركة الاشتراكين الثوريين أنا موجود النهاردة في اسكندرية للمشاركة مع الزملاء ورفاقنا في الحركة في افتتاح المقر الجديد ليه ومبروك عليهم وده يعتبر بالنسبة لنا ده تالت مقر للاشتراكين الثوريين يتم افتتاحه بعد كفر الدوار وبعد مقرنا في المنصورة النهاردة نفتاح مقر اسكندرية وان شاء الله مستهدفين فتح مقرات في المحافظة التانية لتسهيل التواصل مع الجمهور اول حاجة التاني حاجة لان الحركة فعلا بيشتد عودها وبتنتشر وبينضم لها ناس كتير جدا لأيام دي وبدأنا ان نبقى في حاجة حقيقية لوجود مقرات نقدر نكتمع فيها في بعض المدن اسكندرية كمان بالنسبة لنا تعتبر مدينة مهمة جدا 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 اسكندرية هي العاصمة التانية بعد الطاهرة ومن اكبر التركيزات السكانية في مصر ثانيا فيها تاريخ طويل وتراس من النضال الهمالي والنضال الطلابي اللي بتم اعادة احياءه في السنوات الاخيرة لان زي ما احنا شايفين الضربات العمالية دلوقتي اللي بتكتاح مصر في كل حتة برضو لها تركز كبير في اسكندرية هنا واعتقد ان نفتاح المقر للحركة في المدينة هنا حيسهل علينا التواصل مع المدينة اكتر وانا بتمنى الرفاق كل التوفيق شكرا